أدلي قناة الدواстра يا ولاة عايت أتعلم الراس عشان أغلب البنت قليليnt علي يا خلائبي أوتي قبلنا قبلنا يخلبي أبيت أن أبرتك بالحقية ليه يا ولاة عبيت أن أبرتك بالحقية ليه يا ولاة يا rowsتنا يا ولاة أنا م sporfreiة عمابلنا معليك لت therapeutic يا ولاة يا خلائبي يا خلائبي يا بني يَبني أن أبرった يبني أن أبرتك بالحقية لو رآة في شربة مية يا أخوتي يا أم سوكة إن شاء الله هينجلوله شاي الدم ويعملول العملية وهيبقى زين بحاج الجاه المصطفى إن شاء الله يا ربي يا أخو يا ربي طول عمره أبوه هو صغير يولي الواجل الواجل سيد إنك ده بنموت أقول له عرم عليك يا راجل ما تفولش على الواجل قلبي بوجه عني كنت أتخرق معاه وهو اللي مات وهو راح وسبل الواجل ما عادش ليه يعد في الدنيا غيره هو عكازي وانا عكازي يا عكازي يا عكازي يا عكازي بقولك هي هيتيني التليفون ما فوش رسي بيخوي يا خليل يا بني يا خليل يا بني ألو السلام عليكم هاج يا ربنتي عمك شكري معاك تأخذنيش يا بنتي ما اتصل بك في وقت متأخر بس معلش الظروف بجا عايز أقولك إن السوكة حالته حرجة خالص في المستشفى وإحنا موجدين معاه بطلب منك طلب يا بنتي سيج عليك النبي لتيجة جريه أيها انت عالي انت لو جيتها هتفرج معاها كتير جوي جوي بقولك إنت مش عاجبني انت مالح لك مال كده أقولك جالي السويت تقول لي وماله ودلوقتي تقول لي لو طلب منك حاجة ولله هفكر ليه إن شاء الله فكرني إيه وإنتي على طول حط دماغك شمال كده بقولك لو طلب منك حاجة يعني في البزنس في الشغل مش حاجة شمال غلط وبعدين خلي بالك هو بيستستم دماغك دلوقتي وحيكلمك في مشروعات عشان يسرقك وياخد فلوسك لا تردي عليه بقاه ولا لأ قولي له أنا هفكر وهرد عليك تفهم دي؟ ماشي ونبا أنا حاسها إن انت اللي هتوديني في داهي انت وصي مروان الزفت بتاعك ده إله ربنا ياخده وينتقم منه وحراه بدي يزويسك قدير يا كريم طب اتأخري شوية هو هيستناك وأنا هكلمك أول من رجل بتاعنا يكون تحت وعلشان خطري ما تلبخيش الدنيا يا كوريا ماشي با يا أخوي يا رب استرها معايا قادر يا كريم أنا مليش غيرك إنت عارف إيه الوضع عمسيسك للعريق موسوك حصلوا يا موسوك انت قل لي جابك يا يا ذي البيت انت قل لي جابك يا أول انت من يوم عارفك ما شفش أنا ولا راعة يا شيخ حرم عليك عايزة منه الوضع عيموت نفسه وكان عيموت فيه عايزة أه إيه ده انت إيه يا شيخ عروحي كده عجبه طير أبو الصعليم أصح الحمدلله باجا كويسي هاج يا رابين فيه عملول العملية ان شاء الله شوية كده ويفوج من البنت بسطر يا رب لو سمحت لو سمحت يا أولا ممكن أخوش أبو الصعليم لا الله مشاهم عشان خاطر أنا ممرضة سميمتك المستشفى لما بعد ألا بسمحت تفضلت شكرا أولا طبعا أنا بعتذرلك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده سدقيني ما كانش مقصود بس أنا كنت عايزة أشوفك وأكلمك وما قدرت شامسك نفسي أبدا لما عرفت ان انت سكن معايا في نفس القتيل حصل خير أهلي بالشام متشددين متل ما بنسمع عن السعيدة عندكم بمصر وأنا متربيعا هيك ما بيجوز غيره آه أنا عمو أكرم بس غريبة أوي إن إخواتنا في الشام يممتشددين أوي كده بس عموما أنا غلطة عشان كده أرجوكي أرجوكي إبلي أسفي حصل خير عظيم يلا تفضلي شربي شكرا ما بدي لا لا تقوليش أن إنت ما بتشربيش مفيش بيزنس هومن في الدنيا ما بتشربش يلا ما باشرب كتير يلا عشان خطري المرة دي بس يلا تفضلي قلني ليني أحسن شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها بس يا ستة أنا في البزنس ما بعرفش أزوّق الحقائق لأنه عارف إن البزنس ده عامل زي الرصاصة يتصيب يتخيب ما فيهاش تهريك عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده في نصبايا نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياعي اللي بي عايزة تفتحي في السياعي الشمالي في مصر ها في نصبايا كبيرة ومش أي نصبايا في نصبايا كبيرة قوي شو؟ أنا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم أن أبهك مش عشان خطر بس أنا خايف عليك لا عشان خطر حس الوطني عشان اللي هيخدعك ده مصري وما ينفعش أنت تاخدي صورة أن المصريين كلهم وحشين لا خالص المصريين حلوين وحلوين قوي وأي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة مصر إم الدنيا يا زلمي عماد ناصف ده وتمزرش مصر من ثمان سنين يعني ما يعرفش أي حاجة عن مصر والمبالغ اللي هتطالب في الميزانية دي مبالغ كبيرة جدا ومبالغ فيها وأنا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت أن انت هتخسر بنسبة خمسمية لمية يعني لو حبيت تكسبي أي قرش مش هتكسبي أقل من عشر أو خمستاشر سنة وبالما تعرفت تكسبي بالتالي ده هيعملك هدك كبير جدا في رأس المال ودورة رأس المال هتلاقيها حصل لها أنها تقب مالك أديمة فيه تعنيكي وجعكي؟ مالك عاملة حاجة ايه نعم مو معقول أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدولي أن المشروع لوز اللوز لوز اللوز نعم إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيكي بتحكوا بالمصري هااا ياhn الأفلام الأفلام فضيع لا فعلا أنا أحنا بنحكي في المصري كده بس أنا عايزة أقول لك حاجة أنت لو عيزة تستثمري فعلا.. ما ينفعش fant Speech at Us هما أتلات دول اللي ممكن تستثمري فيهم لندن والمكسيك واليونان هم الثلاث دول دول وأنا عندي أفكار كويسة جداً إن إحنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جداً لكن مصر لا ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران والله ما بعرف بفكر وبخبرك بس المشكلة إني عملت كتير استعدادات من شان مصر بس بفكر بفكر يا رب يا جار هاجر حبيبية قلبي يا أمها الله كيف داك فيني وهاجر طار أنا مش هجل تاني يا أمها خلاص قد يلي يا أمها النبي يا عزوز إدي يا عزوز آه 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 يا أمها بص يا أخوي أنت حريس ما تتعيبش ومليون واحدة تتمنىك بس أنا بقى قلبي مع غيرك أنت ترضى على كرامتك تتجوز واحدة قلبها مع غيرك أنا هلاحط الدبلة خلاص هبعطها لك هيو حاجتك كل أبو مع وحد قربنا اسمه اللوستة شكري أيوة ده آخر كلام ربنا يرزقك ويكرمك مع واحدة تانية غيري أعم سلامة بسوك أنا بحبك قوي يا سوك ومقدرش يستغنى عنك أبدا ومينفعش يكون لحد غير حبيب أمك حمدل على سلامتك يا قلب أمك شو قديني جبتلك حبيبتك أيه اللي أنت بتحبها وبتموت فيها أي رأيك في أمك بقى ربنا خليكي ليه يا حبيبي ويخليك ليه يا حبيبي دحك في الآخر يا شيخ جاسم والضربة اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه يا حلوكم يا مصريين عندكم أمثال حق كل شيء عارف يا شيخ جاسم خير يا كبداكي الواد مروان ده برنس دماغ ابن الكلب صحيح مصر ولادة كبداكي الحين أنت بتقنعني أنك معجب في مروان؟ طبعا ده أنا معجب بيه جدا كمان أصلاً يا شيخ جاسم بشجع اللعب الحلو هو صحيح جاب فيها جون وفي المقاصة كمان سلمتش لسه مخلص كبداكي مروان هذا خطر فاهم؟ لازم يموت أنا أتشر حياتي في خطر إذا عاش مروان أنا لازم أقتل مروان علشان أنا أرفع نام وأعرف وأرتاح في حياتي مش بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان فيه مصلحة عايزة أطلحها منه الأول وبعد كده أسلمولك تشطفه كيف ما بدك بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم خير آمر السكة هنا ما بقيتش يا أمان أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك كبداكي وهذه اللي خليتنا نوجف يمها ونقطع لها تذكرة ها؟ هذي عجرب عجرب ما تتأمن مش عشانها عشان أمها ست غلبانة وعيانة خليها ترجع لها وكبداكي راجل يا شيخ جاسم ما يبقىش حرمة من بلده في الغربة أبدا حتى لو كانت واطية زيها هو النعم فيك متشاكرة يا إبراهيمي كانتر خيرك والله والله لما علشان كبداكي كان دفنتش أنتي ومروان في تابوت واحد وده زيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على أمالكم القذرة تكلع الله ناجوان شوفي طيارتك ورجعي لأمك وما توسخيش تاني مع إني عارف إن ده دأ فيك صحيح اللي ما يلاقيش قلة الأصل برشام يضربوا حقا قررت المحكمة إخلاق سبيل المتهمة هايدي أبو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره مائة ألف بني مصري وإلا يستمر حبسها لمدة 45 يوما تبدأ من نهاية الحبس السادق الله يخرب بيوتكم ده شربني مونكر اللي هيتقول عفنا رجوها أنا مقدرة كريم مونكر؟ معلش مفيش مشاكل مش مشكلة إيه بس ده بينجس البقو 40 يوما يا ستة يخسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا أخسل سناني؟ لإن شاء الله نايس طول يخسي رجلي قبل ما تنام وانت بتكلم من دخوتك يا أخويا اسمعي يا كوريا إحنا خلاص قربنا نوصل اللي إحنا عايزينه المرة دي أقلك عشاركك في اليونان أو في الدول اللي مفياش تسليم مطلوبين المرة الجاية حتقفلي معاها لأساس من الكراحة مصري والسبيق خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما ونبي عملي دلوقتي فبق الله يسامح أنا حاسة أولا اللباسها كل بسود وأجرب طب أقولك على خبر يفرعك أقولك أخويا بدل ما أنا متنكدة كده للنها هايدي جولي؟ مال؟ صدر لها قرار إفراجها والنبي جد؟ يا الفن هرابيت يا ما أنت كريم يا راب الحمد لله طب أقولك إيه إحنا بقى ننزل على مصر حنفضل مرزين هنا نعمل إيه؟ نرجع مصر نعمل إيه؟ ده قرار إفراج بكفالة يعني هايدي لست في قطر ولازم نرجع مصر بسرعة بالفلوس قبل ما يتحكم عليها بس يلا مش مهم المهم إنها بصمت على الأسفلت بجزمتها ها قبل ما تاخد البراءات كبيرة يا راب ماشا أخويا يلا سلام بقى سلام 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 أخوك اوه اوه ماكيش فايدة ما إحنا في بلد أجنادي بقى ما هيصلط هنفضل راحين جايين لبعض في السويتات ماشي إنها بلدك وش المراضي انت ما بتفهم؟ يا نسبت ايه؟ كيب داكي؟ اللي جراهه لك اللي داهولك كده اوه يا كوريا تعال يا أخوي تعال ده نكلت علقة يا كوريا من مين يا أخوي؟ مكلهاش حمار سلامتك يا أخوي اوه الله اوه الله اوه نورت بيتك ومطرحك يا روح بابي ياه يا بابي ده البيت وحشني قوي تعارض علي يا علاء أدخل شايف البيت دا؟ كل حتة في البيت دا ليه فيها ذكرى أنا حاس إن أنا بقلي سنين طويلة سايبة البيت كأني سايبة من لما كنت صغيرة الحمدلله على السلام يا حبيبتي الله يسلامك يا حبيبتي الله يسلامك يا حبيبتي تعال تعال هنا لأ كنت أعقد أذاكر وأنا صغيرة وكان بابي ما يشغلش التليفزيون عشان ما يضيقنيش يعقد بس كده يتفرق علي ويذا كده العمود دا يام